نيابة وسط القاهرة حددت جلسة الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسهم بتهمة إيواء هاربين وسددت النقابة الكفالة المالية البالغة 30 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحبس فيما واصلت لجنة الحريات بالنقابة وشباب الصحفين الحجد بهاشتاج وبوستات لحجد الصحفين في الجمعية العمومية غدا لبحث الأزمة